صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلوم لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله روحي وارواح العالمين لك الفدى غريب يا مظلوم كربلا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد قضية إبراهيم وقصة إبراهيم ذكرت في القرآن كثيرا والنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام كما تعرفون بلده الأصل العراق وهاجر من العراق إلى مصر ثم إلى بلاد الشام واستقر في هذه المناطق ولأنه عبر النهر لذلك أبناء سموا بالعبريين إبراهيم عليه السلام مر في ابتلاءات كثيرة سبحان الله هذا الرجل المبتلى ابتلي بأنواع الابتلاءات ولكن هذا الابتلاء الأخير عبر عنه القرآن بالبلاء المبين حقيقة لأن القضية لا ترتبط به لوحده وإنما القضية ترتبط بابنه إسماعيل القضية تبيه جانب عاطفي جدا عميق أمونا نبدأ مع الآيات القرآنية المباركة يقول القرآن فلما بلغ معه السعي يعني وصل إبراهيم تعرفون يعني إبراهيم عليه السلام ما كان عنده ذرية لأن زوجته سارة الأولى هذه كانت عاقر وإلى آن أصبح شيخ كبير في السن بعد ذلك تزوجه بجارية سارة اللي هي هاجر ومن هاجر صار عنده إبراهيم يعني إجاء إبراهيم عفواً إجاء إسماعيل فإسماعيل جاءه بعد عمر كان أولاً كبير في السن والإنسان لمن يكبر بالعمر تنطفئ عنده بعض الغرائز والشهوات ولكن تقوى عنده هذه الغريزة غريزة التعلق بأبناءه وما عنده غير بسهل ولد هذا يعني التصور شنو قيمة إسماعيل بالنسبة إلى إبراهيم والقرآن صريح يقول فلما بلغ معه السعي يعني وصل إلى مرحلة السخين يقول 12-13 اللي يستطيع أن يقضي حوائج أبيه وهنانا القرآن دقيق يقول فلما بلغ معه السعي مو يشتغل عند أحد تلاحظ إسماعيل حتى يقول وإنما يم أبوه لأن تدري الأب عادة يكون رحيم بابنه مهما يكون ما يثقل عليه فلما بلغ معه السعي يقضي حوائج أبوه يدير باله على أبوه يداري أبوه هنا ننزل حقيقة هذا الإبتلاء المبين اللي الله سبحانه وتعالى يقول القرآن قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤية الأنبياء حق رؤية الأنبياء وحي فما يرى النبي يجب أن ينفذ يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى هس شوية خلينا أقف عند قضية الرؤية باعتبار أن قضية الرؤية والحلم هاي فرد أشياء مصاحبة لحياتنا ما منا طبعا كل إنسان كل يوم يشوف من خمسة إلى سبع أحلام كل واحد من عندنا بالليل من ينام من خمسة إلى سبعة أحلام يشوف ولكن الكلام شنو هذا الحلم حقيقة شكد هاي النفس بها أبعاد وواحدة من حقيقة واحدة من أبعاد هذه النفس هو الخيال الخيال فلأن الإنسان تدري حقيقة الإنسان شون يفرغ هذه الشحنات السلبية شون يفرغ الشحنات السلبية عن طريق البكاء طبعا البكاء هو أفضل وسيلة للتفريغ هذه الشحنات البكاء من هنا نجد فإن الإنسان إذا أفر الضغط على نفسه وخاصة الإنسان اللي عنده تدري هذه النفس بها انفعالات يعني أنت عندك الحب عندك نعوذ بالله البغض عندك الفرح عندك الحزن هاي كنها انفعالات هاي الإنفعالات تولدها الضغوط فتحتاج إلى تنفيس فإذا قدر الإنسان أن ينفس في هذه الحياة طبعا ما يقدر لأن الإنفعالات كثيرة فالرؤية تأتي وفو أمو 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 رؤية الحلم يجي فالحلم هو فرد نوع من التنفيس لهذه الإنفعالات تلاحظ فرد نوع من التنفيس الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الشيء حتى الإنسان يفرغ هاي الإنفعالات يرتاح لذلك يجب أن نفرق بين الحلم وبين الرؤية حتى هو القرآن بالنتيجة في زمن فرعون لمن شاف الرؤية اش قالوا لذول على اساس المعبرين قالوا أضغاثوا أحلام يعني هاي مور رؤية حلم هذا أضغاثوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين لأن الحلم ما ممكن أن يؤول الحلم ما يؤول لكن الرؤية اللي هي تؤول فيجب أول شيء أن نفرق بين الحلم وبين الرؤية هذا الشيء الأول الشيء الثاني الإنسان حقيقة حينما ينام هذه النفس تطلع أول شيء إذا كانت في هذا المجال يعني في عالم الدنيا فأي شيء يشوفه ما هو إلا انعكاس عن العقل الباطني كل واحد من عندنا يقدر يقرر الحلم ما له أذا يريد يشوف حلم ماك يقدر يقرره بالليل من يخلي راسه يفكر بشيء إيجابي حلو الأحلام مالتها راح تكون حلوة وردية يفكر بشيء سلبي زين أفرض عنده مشاكل ويا ناس عنده مشكلة ويا أحد يفكر بالعراق ومشاكل العراق والضغوطات كل أي شيء أنت تتحدد الحلم مالك فأي شيء أنت تفكر به هو هذا راح ينعكس وين؟ ينعكس من العقل الباطن يطلع يتحول إلى شكل حلم فأنت تحدد الحلم مالك لذلك مستحب عندنا أنه الإنسان لمن يريد ينام يقرأ القرآن تلاحظ أو يقرأ ذكير يتوظر هاي كلها حقيقة مقدمات حتى الإنسان من ينام إذا كان يفكر بهذه الأمور هاي كلها راح تريح النفس تلاحظ؟ تخلي الرؤى مالتها الأحلام مالتها تكون في هذا الجو الإيجابة اللي هي ألا بذكر الله تطمئنه القلوب إذن الإنسان لمن ينام متدري هذا البعد قلنا بعد للنفس أبعاد كثيرة وحدة من هذه الأبعاد هو الخيال الخيال فلمن ينام الإنسان فإذا ما دامت النفس في هذا العالم عالم الدنيا فهذا كله هو إنعكاس عن العقل الباطن هذا واحد هس النفس إذا بعد صعدت شوية أكثر طلعت من هذا الجو تلاحظوا تقلت من هذا العالم إلى عالم آخر يعبر عنه بعالم المثل ما يشوف الشيء نفسه على حقيقته وإنما يشوف صورة مشابهة للشيء يعني هو هذا الشيء راح يتحقق هو حقيقة نوع من الغيب يعني هو راح يتحقق في المستقبل راح يصير ولكن مو نفسه راح يصير وإنما صورة إله تلاحظ؟ صورة إله وأبرز مثال أوضح مثال هو هذا قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ده تشوف شاف صور هذه الصور مثل يعني فتحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى تأويل لذلك عندنا في الآية القرآنية إن كنتم للرؤية تعبرون إن كنتم للرؤية تعبرون تعبر تحتاج هذه الرؤية إلى من يعبرها إلى من يحللها ليش لين هاي رموز؟ طبعا الرموز هم على ضوء شنو؟ على ضوء ما يعيش الإنسان في المجتمع شنو يفهم من الرموز؟ مثلا أنت شنو تفهم من الأسد؟ إذا جبنا اسم أسد تفهم من عنده الشجاعة شنو تفهم من الأذان؟ القرآن صريح وأذن مؤذن إذا كان الإنسان سلبي وإنسان قصدي سيء مو خوش آدم ويسمع الأذان في عالم رؤية ها يسمع أذان معناه شنو؟ أيتها العير إنكم وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون معناه أكو فهذا مشكلة مسوي سارقة بينما تلاحظ شنو بينما الإنسان المؤمن حينما يسمع صوت الأذان في عالم الرؤية ترى هذا مو في عالم الدنيا عالم الرؤية بعد النفس قلنا من تصعد إلى ذلك العالم عالم المثل إذا سمع الأذان وأذن في الحج يأتوك رجالا يعني رح يروح للحج تلاحظ شنو فحسب فهمنا إحنا لهذه الرموز يعني مثلا الدم تلاحظ شنو إلي فرد وجاءه على قميصه بدم كذب يعني أكفد مؤامرة دي الصور عادي إذا شاف مثلا الذئب مثلا الدل على كمثال الدل على المكر أكو ناس دي يمكرون دي يخططون إليك فهذه كلها شنو حقيقة الصور فإذن النفس حينما تكون في هذا العالم عالم الدنيا هذا ما إلى أي شيء هاي مو رؤية هذا حلم هذا يسموه القوة الخيالية يعني واحدة من قوة للنفس اللي هي الخيال تشوفه وتفرغ هذا اللي موجود فيه داخلك ويسمون عكاس عن العقل الباطن أما إذا طلعت إلى عالم الآخر اللي هو عالم المثل لا هنا نشوف حقيقة لكن تحتاج إلى من يؤول هذه الصورة تحتاج إلى من يفسرها مو أي واحد جيب واحد مثل يوسف عليه السلام جيب فريد إنسان عنده هيتش قدرة اللي يقدر شنو يؤول لك يربط لك هاي الرموز يحلها ويعطيك شنو رح يصير وهو بالحقيقة رح يتحقق رح يتحقق يعني قلت لك أبرز مثال قضية يوسف عليه السلام في السجن اللي ذول الثنين اللي ويا بالسجن قال أحدهما أني أعصر خمرة وقال الآخر أني أحمله فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه فأولي لهم يا يوسف عليه السلام قال لي أنت رح تصير ساقي وأنت رح تقتل مهم فيوسف عليه السلام حل هذه الرموز لأن عنده هذا العلم زين هسا النفس أذى بعد وين صعدت إلى مرحلة أعلى زين هاي المرحلة بعد مرحلة وهاي تحتاج إلى فرد نفس جدا صافية اللي هو العالم هذا الآخر عالم الحقائق يشوف الشيء نفسه ونفسه نفسه يشوفه رح يتحقق نفسه نفسه رح يشوفه يتحقق مثل قضية في الآية القرآنية بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتدخلنا المسجد الحرامة إن شاء الله آمنين محلقين ومقصر وبالفعل هذا الشيء شاف النبي هذه رؤية النبي اللي شافها حقيقة يعني شاف نفس الشيء تحققت بعد ذلك صارت أو قضية إبراهيم اللي إحنا فيه صدد البحث ماله وقال يا بني إني أرى فهذا إذن بيا عالم الآن هاي النفس مالت اللي دي شوف عالم الحقائق دي شوف الحقيقة واضحة أمامه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين حسنا ننتقل إلى البحث الآخر إبراهيم عليه السلام شاف الرؤية وين لمن كان في منطقة عرف شاف الرؤية وإجا وين بعد ما شاف الرؤية فأخذ ابنه دي يجون الآن إلى وين دي يجون إلى مكة فدز زوجته دز زوجته ليه الدام إلى مكة قال يا إحنا جايين وراك يعني لأن تدري إمرأة ما تقدر تشوف هذا المنظر منظر واحد يذبح ابنه قلت لك هذا صدق ابتلاء يعني حقيقة بلاء بلاء مبين إن هو القرآن يعبر عن ناس ابتلاء يعني الإنسان ما عنده بكل حياته هذا ثمرت حياته والقرآن يجد حيث يقوله ولما بلغ معه في السعي وهاي كلمة بنية كلمة عاطفية قال يا بنية تلاحظ هاي كلها دلالة على يعني قوة الرابطة بين الأب وبين الإبن وإسماعيل وهل ولد هذا ودي يقضي يمشي قدام أبو يقضي حواجه فأجى الأمر الإلهي بذبحة أجى الأمر الإلهي بذبحة سبحان الله طبعا وهاي مو أول قضية تصير شوي همين خلنا نرجع لي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتخر كان يقول أنا ابن الذبيحين أنا ابن الذبيحين همين إسماعيل وهمين منه عبد الله أبو لأنه عبد المطلب رضوان الله عليه عبد المطلب عبد المطلب ما كان عنده أبناء هو شخصية بس ما عنده أبناء وذوله تدري مقاييس يعني التقييم الناس إلى الإنسان في الجزيرة العربية ذلك اليوم وعنده القبائل التقييم يكون عبره عبر المال والولد هو ما كان كثيره المال وما عنده أولاد فكان يعيروه زين يقولوا له أنت ما عندك أولاد ما شنو قيمتك أنت أنت ما عندك أولاد ليدافعوا عنك فأجى للكعبة أجى للكعبة وعند الكعبة توجه إلى السماء هناك نذر لو أن الله سبحانه وتعالى رزقه عشر من الأولاد أن يقدم أحدهم لا عشرهم بل أن يقدم أحدهم قربانا في سبيل الله هذا نذر بدأوا الأولاد واحد وراء الله آخرهم منه كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله فهنانا إجي يريد بعد ينفذ الأمر ينفذ النذر مالت يعني ما طلبه من الله وبالفعل فجاب عشر من الإبل مقابل ابن عبد الله وحط الأسهم القرعة يعني سوى قرعة طلعت على منه طلعت على عبد الله هاي العشرة ذبحها وزعها للفقرة على عشرة ثانية مع النبي مع عبد الله أقول عبد الله هم طلعت على منه على عبد الله عشرة ثانية من الإبل وهكذا استمرت القضية إلى مئة رأس من الإبل لمن العشرة الأخيرة اللي هي المية طلعت القرعة على منه طلعت على الإبل لكن مع ذلك يقال أعاد القرعة ثلاث مرات كلها طلعت على شنو على الإبل فذبح الإبل كلها وزعها للفقراء وهنانا بقي منه بقى عبد الله فقصدي صار مقابل منه مقابل هذه الإبل لذلك هي السنة عفوا صارت هي بالفعل سنة يعني دية قتل العمد كم رأس من الإبل مية هاي صار أكثر السنة فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا ابن الزبيحين طبعا تدري عبد الله عبد المطلب رسول الله مو فقط هنا يفتخر بجدة عبد المطلب أنا ابن الزبيحين لا في أحلك الظروف اللي مرت عليها هي في حنين في حنين هاي بعد فتح مكة اللي هم كانوا عشرة ألاف وثلاثة ألاف من مكة يعني قريش شوية ثلاثة ألاف واحد صارت لقريبة 13 ألف 12-13 ألف في قضية حنين خب بسا بالبداية بولتوا يقول أخذتهم بولتوا الغرور يعني صار عندهم فانكسروا بعد ذلك بالبداية غلبوا وبعدين انكسروا فلما انكسروا أول منفر اللي هم منه اللي هم الطلقاء أهل مكة أول ناس شرده أبو سفيانو ربعا لم يصمد مع النبي صلى الله عليه وآله إلا بني هاشم الناس بدأوا يشردون فبهذا الظرف وبهاي الحالة والانهيار النفسي وقف النبي وأخذ يصيح لأنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب الله صلى على محمد وآله محمد لأ شون أنا ابن عبد المطلب فبالفعل السبعدين صار لملمة الجيش وقدروا ينتصرون المسلمين القصد فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتخر بعمه بجده عبد المطلب تدرون عبد المطلب سن عشر سنن مو سنة ولا اثنين عشر سنن وبعدين هاي قضية الزمزم أنا فرد مرة اشارت لها بشكل سريع قضية الزمزم حقيقة هذي رؤية شافة أو صوت سمعه كان نايم سوين احنا هالمكان اللي درجات نصعد به إلى المسعة هاي المكان العالي اللي نصعد به إلى المسعة هناك كان هو نايم وسمع صوت يقول له العبد المطلب يقول له عليك بطيبة فقال ما طيبة فبعدين قالوا له كم اسم جابوا له وبعدين قالوا له عليك صوت داي سمعه عليك بزمزم بزمزم وانطوء المسافة اللي شقد لازم تحفر لان هي كانت ضائعة وصارت حروب بين العمالقة وبين قريش بالنتيجة فترة يسيطرون جرهم عفهم بين جرهم والعمالقة ففترة يسيطرون جرهم وفترة يسيطرون العمالقة فبنصير الحروب قريب ما ينكسرون شي يسوون هذول المهزومين يشيلون شك وذهب موجود شك وذهب موجود بالكعبة اللي الناس تجيبه هداية هذا يذبوه بالزمزم يطموه بالتراب فمره مرتين تلافة فمن مرور الزمن وكثرة الحروب انطم زمزم راح خلص انتهى انتهى زمزم عبد المطلب هو اللي يسمع هذا الصوت قلت لك يقول له طيبة ويقول له والولا زمزم ومن طول المسافة فاجى قالهم اهل مكة من هو يسمع من عنده ما مقتنعين بكلامه فهو بدأ بحفر البئر مع ابن الحارث المهم فهو اللي حفر زمزم يعني فعشر سنن سنها ابو طالب اقرها الاسلام عبد المطلب عفوه عبد المطلب عشر سنن سنها اقرها الاسلام واحدة من عدها اخرج اجلكم الله بيوت الدعارة من مكة لان اهل مكة كان هوا يستخدمون نعوذ بالله هاي شغلة الدعارة اخرجهم من مكة حرم الزنا حرم قضية الخمر في مكة حرم الخمر حرم الزنا السرقة قطع يد السارقة هي انقرها الاسلام لاحظ ما ادري ان يطوفون حول البيت عرات يقول لك احنا نريد انطوف لان هاي اثياب نوما لابسنش بدرها كلها من حرام والله ما يقمى فكان يصرون عرات ويطوفون بلي فعبد المطلب هذا حرمه وعموما عشر امور وان يأتوا البيوت من خلفها حتى القران هم قال من ابوابها بعد ان اقر ذلك فقصدي عشر سنن هاي سنها عبد المطلب اقرها الاسلام اللي واحدة من عدها هي دية قتل الخطأ مئة رأس من الابن فهذا ان عشر سنن اقرها الاسلام هذا دليل على قوة شخصية عبد المطلب رضوان الله عليه لذلك النبي يقول انا ابن الذبيحين اللي هو همنا بقولتي لقول اسماعيل وهمنا عبد الله عبد الله طبعا حمزة اجي بعد عبد الله للعلم حمزة رضوان الله عليه اجي بعد عبد الله عبد المطلب لمن راح يخطب المن يخطب الى عبد الله ابنه آمنة بتوها راح ده يخطب خطب الابن عبد الله وبالبين يعني كان عدها اخت فمنوا اززوجها رأسا اخذهم عبد الله يعني همزوج ابنه يعني خطب الابنه وخطب المن النفسه لذلك الحمزة رضوان الله عليه والنبي هم تقريبا في عمر متقارب ميناتهم هسا نيجي الى ابراهيم ابراهيم عليه السلام من اتحرك اللي شاف الرؤية وين قلنا في عرفات في عرفات اتحرك اجي للمزدلفة دز زوجته بس طبعا بيها تفصيل هذه القصة حبلوية وستشينة كان مهيئ المهم هنا نفاتح اسماعيل بالمزدلفة قال يا ابني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين عجيب اخواني هاي مسألة التسليم تسليم تسليم كامل لقضاء الله وقدره هو هذا روح التوحيد ايهاي مو ابراهيم شيخ الموحدين سبحان الله روح التوحيد هو هذا التسليم الكامل لقضاء الله وقدره التسليم من الاب التسليم من الابن والتسليم حتى من 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 الزوجة للعلم هاجر هاجر اللي هي اليوم لما ننطوف تلاعظوا شون اللي قبرها وان صاير خب تدروني القبر ما لأثن قبرها صاير جزء من حجر اسماعيل هو قبر هاجر هناك وقبر اسماعيل وقبر كثير من الانبياء هناك بهالمنطقة فنحن نطوف حول قبري يعني الكعبة وقبر هاجر عمنا هاي المرأة اللي هي كانت جارية وسوداء لكن شوف الله سبحانه وتعالى شو رفع من شئنها هاي المرأة الطاهرة فابراهيم عليه السلام لما قرر ان يذبح الابن خلص اجي منه هنا لعنة الله على الشيطان اجي اجي الشيطان اتجسد بشكل آدم تدري الشيطان من الجن والجن بالنتيجة عنده قدرة على ان يتلبس بشكل اي شكل يريد فاجي وبدأ يوسوس الما لابراهيم عليه السلام فابراهيم شال حصو هاي وانس احنا وصلنا الى ميناء هناك صارت عملية الذبح اللي لمن راد يذبح في ميناء راد يذبح ابنه فلما تله للجبين هناك فالشيطان اجي في ثلاث اماكن اللي تتشوفوها بعد الجمر الصغرى والوسطى والكبرى تلاحظ فثلاث مرات اسماء ابراهيم عليه السلام يشيل حصو ويذب على منه على الشيطان لعنة الله عليه شاف لا مده يقدر على الاب والابن مسلم فوين راح ركض راح الى مكة الى الام قالها انا بالطريق شفت فرد رجل شيخ كبير ده يذبح ابنه فقالت له ويلك ذاك زوجي وهذا ابن وماذا سمعته يقول يقول انا اسمعت فهو نقل الحوار قال اسمعت الابو يقول الابن يا ابتي اني ارى في المنام اني اذبحك والابن يقول يا ابن تفعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرين قالت له هذا امر الله ايه قالت له هذا امر من الله والله يفعل ما يريد خلاص حقيقة هذا يعني هي قضية الحج هي رموز لمن واحد يوصل الى هالمنطق ويفكر بهالموقف هذا شكتب يا ابراعي اعزائي انا اجيب لكم الفائدة من الابراعي شوفوا الثمرة هالتسليم الكامل اولا احنا الدين مالتنا شنو اسمه احنا ما هو صحيح الله سبحانه وتعالى عنده صفات كثيرة اسماء كثيرة صح لولا الله رحيم غفور الله سلام كل شيء الله سبحانه وتعالى الله قاهر الله جبار بس من نقول دين القهر من نقول دين الاسلام والاسلام من شنو من التسليم تسليم هذا الدين الاسلام هو من التسليم الكامل لقضاء الله وقدره نعوذ بالله شايفين بعض الناس حقيقة احنا ليش عدنا الجزع مكروه بسه ممكن يسه واحد شوي يحزن يبتش ماكوش كاد لكن الجزع خو بعض احيان اذا صار اكثر يعني انسان اكثر قام يضر نفسه هذا حرام الجزع مكروه واحد يضرب راسه يضرب وجهه زين يضرب رجله هذا كله مكروه الجزع مكروه طبعا ما عدا عندنا روايات هذه ثابتة الا الجزع على الامام الحسين صلى الله عليه وسلم وإلا الجزع مكروه ليش لان اصلا بعض احيان الناس يتجاوزون يصلون مرحلة ان يعترضون على قضاء الله وقدره صح لوله يعترض ربي ليش اخدته مو ليش ما اخذت فلان استغفر الله ربي واتبه هذا كل اعتراض على قضاء الله وقدره فابراهيم أو هاي العائلة المباركة تعلمنا هذا الدرس ان الانسان حقيقة يجب عليه ان يسلم كاملا لقضاء الله وقدره ثمرة شنو السادة التسليم الثمرة مالت شنو الثمرة مالت ابراهيم عليه السلام عندها الولد والله امره ان يذبحه يقول فلما تله للجبين حط الجبين ماله وين على الارض طبعا الابن مطلب من ابو قال لت خلي وجهي امامك خاف تأخذك الرقة يعني فخلي وجهي وين على الارض فلما تله للجبين قل سلم وتله للجبين اهنا نشوف اذا تلاحظون الآية القرآنية يقول ونادينا وانادينا يعني في نفس الوقت اللي هو تله للجبين ورادي ذبحه في نفس اللحظة اجل نداء الالهي ونادينا اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤية خلص اهنا ننتهي البلاء فقصدي لانه سلم لقضاء الله وقدره مو فقط الباري عز وجل حفظ لابنه مو فقط حفظ لابنه وانما رزقه ابن اخر من زوجته الاخرى سارة اللي هي مره عجوز عاقر هاي ثمرت التسليم الكامل لقضاء الله وقدره فلانه سلم لقضاء الله وقدره الله سبحانه وتعالى رزقه ولد اخر من زوجته سارة هذا حقيقة الدرس اللي يتحقيق الانسان يتعلم من هذا الحوار الذي دار بين الاب وبين الابن قد صدقت الرؤية انها كذلك نجزل محسنين هذا بعد لانه محسن الله سبحانه وتعالى جازاب شنو قلنا بقى لابنه ورزق لابن آخر اللي هو اسحاق من زوجته الأخرى سارة حقيقة هنا ابراهيم عليه السلام في هذا الامتحان نجح والله سبحانه وتعالى هم ابقى لابن اسماعيل ولكن هناك امتحان أكبر نعم امتحان أكبر حدث في رمضاء كربلاء في ساحة كربلاء لكن بهذا الامتحان بعد هنا طبعا الامتحان الابتلاء تدرون حسب الدرجات يجي حسب الدرجات أولى الناس بالبلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي الحسين صلى الله وسلم عليه بولده علي الأكبر حقيقة علي الأكبر تدري أنت النبي صلى الله عليه وآله لمن كان يشوف أي النظر كانت إلى النبي أي واحد كان يشوف كان تنزال عن الهموم والأحزان وهو النظر إلى السرور كان لذلك أهل البيت هم يقولون يقولك وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك الحسين يقول نظرنا إلى هذا الغلام سبحان الله اللي كان هم خلق وهم خلق جمع الثنين يعني الثنين الخلق وأخلاق الشكل وأخلاق النبي تجسدت في علي الأكبر صلوات الله وسلامه ولكن علي الأكبر بالنتيجة قدمه الحسين صلوات الله وسلامه لذريئة للسيوف والرماح لذلك لما راد ينزل إلى المعركة الحسين هنا نتفت إلى عمر بن سعد اللعين وقال له قطع الله رحمك كما قطعت رحمه لاحظوا دعاء الحسين معروف على عمر بن سعد كان كل صعب على الحسين أن يأذن إلى علي الأكبر ولكن تدرون علي الأكبر هو أول بني هاشم كان نزولا إلى الميدان فنزل صلوات الله وسلامه على الميدان هو هذا اللقاء بعد طبعا رجع فرد مرة لمن اتحارب مع بكر ابن في قضية بلي ابن غانم بكر ابن غانم وجاب راسه إلى بكر ابن غانم كان من أبطال العرب المعروفين ذلك اليوم فلما نزل إلى علي الأكبر علي الأكبر انتصر قتله وجاب راسه أو قتله وجاء فرحا إلى الحسين صلوات الله وسلام عليه قال أبهل من جائزه قال ابني ماذا تريد فقال شرب من الماء هذا اللي أريد حقيقة هو هذا الموقف يعكس لك الجو اللي كان يعيشون به شون آلام آهات حقيقة المهم قال ابني سيسقيك بعد قليل جدك الأوفى بكأس لا تضمأ بعدها أبدا فهنا نزل علي الأكبر إلى الميدان وأخذ يقاط القتال الأبطال إلى أن جاءه اللعين وضربه بالسيف كما تعرفون القضية فحينما سقط علي الأكبر وين سقط على قربوس فرسه فالفرس نزلت الدماء وين على عينه بدل ما يرجع على المخيم وين أخذ إلى وسط إلى صفوف الأعداء فاحتوى شوه نانا بعد من كل جانب آجركم الله بين ضارب بسيف وطاعن برمح إلى أن سقط إلى الأرض وهو ينادي أباب عليك من السلام هذا جدي رسول الله قد سقاني من كأس لوف شربة لا أضمأ بعدها أبدا وصل إليه الحسين الله أكبر نزل عنده قال بني علي على الدنيا بعدك العفا آيا يبني من السماع يمك ونينك ومن شبحة لعند المات عينك للعشرين ما وصلني سنينك حادفني عليك لدهر الأقشار قاعد قاعد عنده وشاف مغمض العين مغمض متواصل قبر والرس نص والله متواصل قبر والرس نص على أولادي يوالي وداع الأقشار عند ذلك نادى بن عاشم وقال هل أم وحمل وعلي الله أكبر جاء به إلى المخيم الله حينما نظرت إليه النساء وزينب قابلت ليلة وقال يأت أعيد الناوحة يا ليلة أعيد على حلو الشباياب وبدر التمن الشبيل مصطفى خير الجدود شبيل مصطفى خير الجدود جدود الشي الفائدة وياك يبني 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 مورباك يمدلل تعبني أنا ردتك علي لبي تبني حول ولا قوة إلا بالله العلو العظيم نال الله وإن عليه راجعون اللهم إنا نسألك وندعوك بحق محمد وعال محمد عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان وفقنا لمراضيك جعل عواقب أمورنا خيرا ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخر شفاعة الحسين انصر الإسلام والمسلمين احفظ علماءنا الربانين شافي مرضانا ارحم موتانا السادة الحضور المؤسسين لهذا المجلس الأخوات الكريمات اللهم احفظهم جميعا وقضي حوائجهم شافي مرضاهم ارحم موتاهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتح مع الصلوات شكرا